جاءت البداية الرسمية لأعمال وفعليات الحوار الوطني لتعكس قدرة الدولة على إرساء مبادئ الديمقراطية بالجمهورية الجديدة فالحوار الوطني متاح لجميع القوى السياسية ويسعى لاستكمال بناء جمهورية جديدة أساسها دستور عام 2014 وسط ترحيب سياسي وشعبي انطلقت أولى فعليات جلسات الحوار السياسي الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي وذلك لإرساء مبادئ ديمقراطية في الجمهورية الجديدة انطلق الحوار الوطني كما تعلمون جميعا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل لهذا الحوار الذي وصفه هو في دعوته بأنه حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا مع وعد بقيام سيادته بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني جاءت مع نعقادي مجلس الأمناء والبالغ عددهم 19 عضوا حيث نظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيل الفعاليات ومواعيدها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك لإتاحة التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية اللائحة طبعا كانت محتاجة نقاش طويل قوي قوي إزاي حنشتغل جوه الحوار ده إزاي حيضر الحوار إزاي حناخد القرارات فيه فده أتمناه الحقيقة بالتوافق أيضا كان فيه الوسيقى والسلوكيات بتاعة العمل داخل المجلس الأمناء الحوار الوطني متاح لجميع القوى السياسية ويسعى لاستكمال بناء جمهورية جديدة أساسها دستور عام 2014 ويعيد اللحمة لتحالف الثلاثين من يونيو بإدارة وطنية شعارها الشفافية والحيادية وأن تكون على مساحة واحدة من الجميع أحمد الحسيني التلفزيون المصري